اشتركوا في القناة الجمعة الموافق السادس عشر من يوليو من العام الفين وواحد وعشرين وبرعاية الوسيط الأمثل والأفضل للتداول في الشرق الأوسط الشركة السويسرية العالمية للوساطة المالية وبإمكانكم التسجيل والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الشركة من خلال الرابط الموجودة في صندوق الوصف أسفل الفيديو إذن أخواني العزاء نبدأ فقرة التحليل الفني بتحليل مؤشر الدولار الأمريكي الدولار اندكس ونلاحظ أخواني العزاء أن مؤشر الدولار الأمريكي لا يزال يتداول في ظل المسار الإيجابي الصاعد مدعوما بثبات التداولات أعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم وعلى الأب تريند لاين واستمرارية التداولات أعلى نقطة المحور ونقطة البايفيت الماثلة عند مستوى سعر 92 لا تزال تمنح الدولار الأمريكي المزيد من الإيجابية للصعود نحو مستويات 93 و93.500 وشرط استمرارية الإيجابية لمؤشر الدولار هو ثبات الأسعار أعلى مستويات 92 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج اليورو دولار ونلاحظ أخواني العزاء أن زوج اليورو دولار حتى اللحظة لا يزال يتداول تحت الضغط السلبي واستمرارية التداولات أدنى مستويات الواحد فاصلة 18.500 لا تزال تضع الزوج في طور السلبية الذي ينتظر أهدافه بالقرب من مستويات الواحد فاصلة 17.501.17 خلال التداولات قصيرة الأجل وشرط استمرارية السلبية هو ثبات الأسعار أدنى مستويات الواحد فاصلة 18.500 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الباون دولار ونلاحظ أن زوج الباون دولار يقترب من منطقة الدعم المحورية الماثلة عند مستوى سعر الواحد فاصلة 38.000 والذي إذا نجح بكسرها سوف نشاهد هبوط قوي جدا للزوج يستهدف مستويات الواحد فاصلة 37.000 وحتى اللحظة الزوج لا يزال يتداول تحت الضغط السلبي وطوال ما هو يتداول أدنى مستويات الواحد فاصلة 39.100 لا يزال السيناريو المرجح هو السيناريو الهابط إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الباون ديان الملقب بالمجنون ونلاحظ أن زوج الباون ديان لا يزال يتداول بالقرب من منطقة الدعم القناة العرضية وهو مستوى الـ 152 والذي في حال نجح بكسره قد نشاهد هبوط الأسعار إلى مستويات الـ 151 كهدف قصير المدى ولكن فشل الكسر والعودة بالارتداد أعلى مستويات 152 قد تعيد الأسعار للتداول في ظل النطاق العرضي المتذبذب الذي يستهدف مستويات 153 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الإسترالي مقابل الدولار الأمريكي ونلاحظ أن الزوج لا يزال يتداول تحت الضغط السلبي واستمرارية التداولات أدنى المتوسط وأدنى المقاومة الماثلة عند مستوى سعر 0.75 لا تزال تضع الزوج تحت الضغط السلبي الذي ينتظر أهدافه عند مستويات 0.74 و73 على المدى المتوسط إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني ونلاحظ أن الزوج لا يزال يتعرض لمزيد من الضغوط السلبية الذي يتعرض لها من التداولات أدنى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم وأدنى المقاومة المحورية الماثلة عند مستوى سعر 110.400 والتداولات أدنى هذه المقاومات القوية لا تزال تضع الزوج تحت الضغوط السلبية الذي تستهدف مستويات 109.350 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الليرا التركية ونلاحظ أن الزوج هو الآخر لا يزال يتداول تحت الضغط السلبي الذي يتعرض له من خلال التداولات أدنى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم واستمرارية التداولات أدنى مستويات 8.60 لا تزال تضع الزوج تحت الضغط السلبي الذي ينتظر أهدافه عند مستويات 8.50 و 8.45 خلال التداولات القادمة وشرط حقق هذه الأهداف هو ثبات الأسعار أدنى مستويات 8.60 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي ونلاحظ أن البيتكوين حاليا تحاول التداول أدنى دعم القناة العرضية الماثلة عن مستويات 32 ألف دولار وإذا نجحت الأسعار بكسر مستوى 32 ألف دولار بناء على قاعدة السلوك السعري قد ينتظر البيتكوين انهيار قادم وهبوط قوي جدا قد يستهدف مستويات 25 ألف دولار خلال التداولات متوسطة الأمد ولكن شرط الدخول في السلبية والتعرض للموجة الموجة البيعية القوية الحادة للبيتكوين والتعرض للهبوط القوي هو ثبات التداولات أدنى مستويات 32 ألف دولار وتأكيد كسر هذا الدعم بناء على قاعدة السلوك السعري إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل الريبل مقابل الدولار الأمريكي ونلاحظ أن الريبل لا يزال للجلسة الرابعة على التوالي يتداول بالقرب من منطقة الدعم المحورية الماثلة عن مستوى سعر 60 سنت وحتى اللحظة الريبل إذا نجح بالتماسك أعلى مستوى 60 سنت قد يمتلك فرصة وحيدة للانطلاق نحن مستويات 70 سنت والواحد دولار على المدى المتوسط أما كسر مستويات 60 سنت قد تكلف الريبل الكثير وتهوي به إلى مستويات 50 سنت وما دون 50 سنت إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل ملك الملاذات الآمنة الذهب ونلاحظ أن الذهب للجلسة الثانية على التوالي لا زال يتداول بشكل عرضي متذبذب حول منطقة المقاومة المحورية الماثلة عن مستوى 1827 دولار للأنصة الواحدة ولكن حتى اللحظة لا زال الذهب يستقر أعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم وأعلى 1800 دولار للأنصة الواحدة وهذه التداولات لا تزال تمنح الذهب بعض من محاولات التجميع وأخذ العزم للصعود وتأكيد اختراق مستويات 1827 دولار الذي قد تمنح الذهب الضوء الأخضر لانطلاق نحو مستوى 1875 دولار للأنصة الواحدة على المدى المتوسط إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل النفط الخام ونلاحظ أن النفط الخام قد فشل بالحفاظ على الأسعار أعلى مستويات 72 دولار للبرميل الواحد واستمرارية التداولات دون مستويات 72 دولار للبرميل الواحد قد تكلف النفط الخام الكثير وتهوي به إلى مستويات 70 دولار و 68 دولار على المدى المتوسط إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل الفضة ونلاحظ أن الفضة حاليا تحاول وتقترب وتلامس منطقة المقاومة المحورية ونقطة البايفيت الماثلة عن مستوى سعر 26.40 دولار سنت والذي إذا نجحت الأسعار باختراقها والثبات أعلاها بناء على قاعدة السلوك السعري سوف نشاهد عودة الفضة رسميا إلى المسار الإيجابي الصعيد أما استمرارية التداولات دون مستويات 26.40 دولار سنت لا تزال تضع الفضة تحت الضغوط السلبية مجددا إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل الغاز الطبيعي ومع ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة الأمريكية نشاهد هبوط الغاز الطبيعي ليلامس منطقة الدعم المحورية الماثلة عن مستويات 3.60 وحاليا وحتى اللحظة إذا نجحت الأسعار بالارتداد من مستوى 3.60 قد نشاهد عودة الغاز الطبيعي للانتعاش مجددا واستهداف مستويات 3.80 أما كسر مستوى 3.60 قد ينشب عنه البدء في تكوين موجة تصحيحية هابطة تستهدف مستويات 3.40 خلال التداولات اليومية إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر الداو جونز الصناعي قائد السوق الأمريكي ونلاحظ أن مؤشر الداو جونز لا يزال يتداول بثبات أعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم ولا يزال يلامس المقاومة التاريخية الماثلة عن مستوى سعر 35 ألف والذي إذا نجح الداو جونز حاليا باختراقها بناء على قاعدة السلوك السعري سوف نشاهد تكوين قمم تاريخية جديدة وأرقام قياسية جديدة للداو جونز خلال التداولات اليومية بإذن الله تعالى وشرط تحقيق مستويات 35.536 كأهداف تاريخية قادمة للداو جونز هو اختراق مستوى 35 ألف بناء على قاعدة السلوك السعري وحاليا الداو جونز طوالما هو يتداول أعلى مستوى 34.400 لا يزال يضع نفسه في طور المسار الإيجابي الصاعد وبقوة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر ستاندرد أنبورز الـ SP500 ونلاحظ أن الـ SP500 يحاول إنهاء التصحيحات ويحاول استعادة الزخم الصاعد والاندفاع نحو الهدف الرئيسي المنتظر عند مستويات 4.400 وبالرغم من صدور نتائج أرباح العديد من الشركات الذي أتت أفضل من المتوقع إلا أن الـ SP500 حتى اللحظة لا يزال يحاول التجميع والانطلاق نحو مستويات 4.400 و4.450 كأهداف متتالية وطوالما أن الأسعار تتداول أعلى مستويات 4.300 لا يزال الـ SP500 في طور المسار الإيجابي إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر الـ DAX الألماني ونلاحظ أن مؤشر الـ DAX قد تراجع وليلامس المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم ولكن حتى اللحظة هذه التراجعات لا تزال تحسب في طور التصحيحات والحركة الصحية للأسعار وطوالما أن الـ DAX يتداول أعلى مستويات 15.350 قد نشاهد ارتفاع يستهدف مستويات 15.800 و16.000 خلال التداولات القادمة إذن أخواني العزاء ننتقل ختاما إلى تحليل مؤشر النازدك الأمريكي ونلاحظ أن مؤشر النازدك يتراجع وليلامس منطقة الدعم المحورية الماثلة عند مستويات 14.800 حيث أن مستوى 14.800 هو مستوى مهم جدا ومفتاح التداول لليوم الحالي إذا نجحت الأسعار بعودة التداولات أعلى مستويات 14.800 وثبات الأسعار أعلىها فسوف يستعيد النازدك قوته للإندفاع نحو مستويات 15.300 أما كسر مستويات 14.800 قد يدخل النازدك في موجة تصحيحية هابطة عميقة جدا قد تهوي بالأسعار إلى مستويات 14.250 خلال الجلسة اليومية إذن أخواني العزاء إلى هنا نكون قد انتهينا من فقرة التحليل الفني اليومية أشكر لكم حسنا المتابعة وتقبلوا مني طيب التحيات وفي أمان الله